تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية أعلن سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن بدء توزيع الوحدات السكنية بمشروع اللوزي الإسكاني والذي يعد أحد المشاريع التي تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص الذي تقوم الوزارة بتوزيعها في إطار الخطة الحالية وقال الحمر أن توزيع مشروع اللوزي الإسكاني يؤكد نجاح رؤية الحكومة ومبادرات الوزارة بشأن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص باعتبار المشروع أحد المشاريع التي شملتها اتفاقية تنفيذ شركات التطوير العقاري لمشاريع السكن الاجتماعي إلى جانب مشروع المدينة الشمالية وقال إنما يضاعف من أهمية توزيع هذا المشروع أنه يمثل خطوة متقدمة في المحور الآخر لبرنامج عمل الحكومة المتعلق بتعزيز وتفعيل أليات الشراكة مع القطاع الخاص حيث أنه والمرة الأولى يتم تخصيص وحدات مشروع تم تنفيذه من قبل القطاع الخاص الأمر الذي يمثل نقلة حقيقية في ملف السكن الاجتماعي بالمملكة وأضاف أن الوزارة تستند في ثقتها على تنفيذ هذا الالتزام على الدعم الحكومي الذي تحظى به حيث تولي الحكومة الموقرة اهتماما كبيرا بالمشاريع الإسكانية تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية كأولوية في برنامج عملها لله الحمد تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد النابل الأول لرئيس مجلس الوزارة استقبلت وزاة الإسكان اليوم المواطنين المرشحين على مشروع اللوزي الإسكاني تقريبا 700 وحدة سكنية وفي الحقيقة راح يستمر التوزيع لهذا المشروع على مدى الأسبوعين القادمين مشروع اللوزي الإسكاني يعتبر الرابع على القائمة منذ شرعة وزاة الإسكان بتوزيع الـ 4800 وحدة سكنية ومشروع اللوزي الإسكاني لاهمية خاصة خصوصا هو يمثل أحد محاور برنامج عمل حكومة تركيز العمل مع القطاع الخاص ويعد هذه من باكورة العمل مع القطاع الخاص في عمل وحدات السكنية لله الحمد منذ العام الماضي 2016 استطاعت وزاة الإسكان توزع ألاف من الوحدات السكنية للعام الثاني على التوالي طبعا مشروع اللوزي الإسكاني راح يتواصل توزيع الوحدات السكنية على مدى أسبوعين من الآن يعتبره المشروع الرابع منذ بداية توزيع الـ 4800 وحدة السكنية من أصل 14 مسروع اللي نأمل إن شاء الله يتم توزيعهم بالكامل مع نهاية هذا العام أو بداية العام القادم إن شاء الله تنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المؤقر حفظه الله ورعا لتكثيف الزيارات الميدانية وتفقد الاحتياجات الصحية للمواطنين قامت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة بزيارة ميدانية إلى كل من مركز النعيم الصحي ومركز ابن سينا الصحي وقد أكدت وزيرة الصحة أن القيادة الرشيدة بمملكة البحرين تضع القطاع الصحي ضمن أهم أولوياتها إلى جانب تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لكافة المواطنين وهذلك من خلال تقديم الدعم والمتابعة المتواصلة وتلبية مجمل الاحتياجات والتطلعات هذا وقد اجتمعت وزيرة الصحة خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين الإداريين والطواقم الطبية والتمريضية في كل من مركزي النعيم ومركز ابن سينا حيث تم تسجيل ورصد عدد من الملاحظات المطروحة من جانبهم وجانب أهالي المنطقتين والتي تتعلق بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالمركزين الصحيين وتطويرها نحو الأفضل خلال المرحلة المقبلة كما تم أثناء الزيارة استعراض بعض الخطط والمشاريع المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة وتوسعة بعض المرافق كما استمعت الصالح إلى الاحتياجات والمتطلبات التي تقدم بها عدد من الأهالي والمرضى من مرتادي المركزين ووجهت المسؤولين والكوادر الإدارية والطبية إلى الأخذ بتلك النقاط التي تم طرحها ودراستها والإسراع بإيجاد الحلول الممكنة لتنفيذها نشكر سعادة الوزير على زيارة هذا المركز والطلاع على الأهالي وبالعكس التغت بالأهالي والتغت بالناس التي كان عندهم بعض الملاحظات وبعض المرضى التي كانوا يترددون على هذا المركز وكان جميع المرضى التي قابلتهم كان ردودهم إيجابية من الرعاية الصحية التي يلاقونها من خلال الخدمات التي قدمها مركز النعيم الصحي لكن قامت بعمل دائما quitting شبك الحزم يقدم الصحيف الدخول كل الملاحظة، ليس قامت بعمل السحر وفات النقاط جميع الحزب والطلاع، فان التغتالي بممارس خلال السحر بعدها. ها يدونكم. على ادوية حنقام يصرفون. عطوني ادوية. عطوني يصرفون للسكة اشرتها. يصرفونها لي. يصرفون لي اشرتها. طبعا اول شي نشكر رئيس الوزراء اللي هو قال حق الوزراء انهم ينزلون يشوفون منحتياجات للمواطنين. وطبعا اليوم زارتنا وزيرات الصحة بفضل النائب احمد قراطة. وطلعت على انه المركز ابن سيناء شنو كان يحتاج لها. وقلنا لها شنو نحتاج وهي بالعكس رحبة توافكر الاهل المنطقة. وكان صدرها ويد وسيع حق هذه. وكان عندها استعداد انها هي تلبي قدر استطاعتهم.